تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعوم تم ضبط قرابة 43 طن سلع غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 24.5 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات